أبناء الوطن طبعا توجيهات جلالة سيد البلاد دائما بالتخفيف على المواطن بحفظ كرامة المواطن كرامة المواطن الأردني اللي تأملنا من الحكومات السابقة أن تحفظها في قضية المتعثرين خاصة قضية الشعب قضية كل بيت أردني الآن قضية المتعثرين هي أصبحت قضية كل بيت أردني السلام عليكم أخويا عبد الله مساء الخير على الجميع كل واحد بإسمه طبعا عذرونا إحنا البث قطع إخواني رجاء يعني إحنا لسنا هجوميين ولا لسنا شتمين إحنا أبناء الوطن نتأمل من حكومة دولة بشر الخصاونة الآن تعمل جادة على حل قضية المتعثرين قضية أبناء الوطن قضية كل بيت أردني الآن المتعثرين السابقين والمتعثرين الحاليين والمتعثرين القادمين الوطن أبناءه كلهم بتعثر طبعا إخواني ياريت اللي عنده تعليق إيجابي بلاش يعني أنه ندخل أنا عمري ما عملت بلوك لواحد ما بحب أعمل بلوك رجاء تعليق إيجابي ما يكون فيه أي تعليق سلبي إحنا بنوصل رسالتنا زي ما حكينا إحنا إيجابيين مش سلبيين مش شتامين لا نطلب المستحيل مطلبنا الآن كمتعثرين أبناء بلد حق لنا جميعا العيش بكرامة وحفظ ما تبقى من كرامة المواطن الأردني لأن المواطن الأردني أصبح في الشتات للأسف بحكيها بلا كرامة كثير من أبناء الوطن في شوارع تركيا ومصر وجورجيا والإمارات إن لم تعجل يا دولة بشر الخصاونة بحفظ ما تبقى من كرامة المواطن الأردني سمعنا وعشنا وكثير ما نسمع الآن أبناء الأردن بالشتات لا مأوى بسبب عدم تجديد جوازات السفر جواز السفر الذي هو حق مشروع لأبناء الوطن كما كفله الدستور طبعاً رح نتحدث بعدة نقاط في بثنا هاي الليلة بعد ما نوصل مناشدتنا وأتمنى أنها تصل لجلالة سيدنا لأنه توجيهاته دائماً بتخفيف على أبناء الوطن وحفظ كرامته تأمنا بحكومات سابقة ولكن للأسف وذهبوا ليس مأسوفين عليهم لأنهم تقاعثوا نتمنى عليك يا بشر يا دولة بشر أن تتحرك سريع لحل قضية المتعثرين وأن لا تعمل حساب لا جمعية بلوك ولا متنفذين أصحاب مصالح أبناء الوطن والبيوت الأردنية وبيت كل أردني هو أهم من المتنفذين وأصحاب المصالح أتمنى على حكومتك وانت على رأسها ووزير عدلها ووزير عملها ووزير زراعتها لأني رح نوه على قضية المزارعين أبناء الأردن المتعثرين أن تكون أولى أولوياتهم في هذا الوقت دولتك قضيتنا إلها لا يقل عن أربع إلى خمس سنوات طبعا بالسابق كانت هي أكبر من أو أقدم تفاقمت خلال الأربع سنوات الماضية لا نعلم لماذا هذا التقاعص في حل هذه القضية نعم نأمل بأخونا بشر أنه راح يكون قدها الحكومات الماضية تقاعست في حل هذه القضية شو كان الحاجز في حل هذه القضية لا نعلم سمعنا جمعية بنوك نقابة محامين غيرها نأمل أنك تكون أكبر منها في حل هذه القضية لأنها قضية أصبحت قضية كل بيت أردني كل بيت أردني الآن فيه متعثر كل بيت أردني الآن لا يستطيع دفع أقصاته كل بيت أردني وهذه إحصائية كل بيت أردني مدان وكل بيت أردني عليه قرض الكل يتعثر والكل متعثر حكينا إخوان إحنا لسنا شتمين إحنا تجار تعثرنا لدينا أي أجندات لا سياسية ولا دينية ولا عقية ولا عنصرية ولا غيرها أبناء وطن تعثرنا نحتاج لمن يقف معنا نتمنى على دولتك أن لا تكون كحكومة دولتك أن لا تكون كحكومة دولة عمر رزاز السابقة التي تأملنا فيها كثيراً ولكن للأسف وذهبوا غير مأسوف عليهم علماً كان هناك وعد من دولة رئيس الحكومة السابقة ولما يوفي بوعده نتأمل دولتك بشر أن تكون أنت الموفي بهذا الوعد أخوي مصطفى مساء الخير ومساء الخير على الجميع نتأمل دولتك الآن أن يكون فيها رجال مع أبناء الوطن أخوي عبد الله نعم بناشد المتعثرين بس خليني أكمل رسالتي دولتك فيها رجال الآن قادرين على حل هذه القضية لأن هذه القضية لا تمس فقط وزير العدل ولا تمس فقط وزير العمل ولا تمس فقط وزير الزراعة هي تمس جميع القطاعات الوعود كثيرة نعم أخو المصطفى بنأمل بدولتك الآن أن تقف على هذه القضية أن تكون من أولى أولياتك لأن هذه القضية الأولى في الأردن أبناء الأردن المتعثرين الآن هم كانوا أصحاب المصالح تعثرهم أدى إلى تعطل في الأعمال وتعلم شو معنى تعطل في الأعمال أثرت على قضية العمال أثرت على قضية المزارعين طبعاً رح نحكي عن قضية المزارعين لأنه الآن إحنا عدد يفوق الثلاثين ألف مزارع أردني متعثر عداً عن التجار الآن والمزارعين الآن اللي مش عارفين شو يعملوا أنا بعلم عن قرب دولة عفواً معالي اللي بيعمل غضب الله يغضب على وجهك حل عن وجهي معالي محمد داودية يعمل بجهد الآن في وزارة الزراعة لكن ملفه كبير يجب التكاتف نعلم أنه الآن يعمل على خلق جو زراعي وزراعة جديدة في الأردن لكن بده إيدين معه قضية المزارعين وملف وزارة الزراعة كبير فيها ثلاثين إلى خمسة ثلاثين ألف متعثر مطلوب مالي الآن في وزارة الزراعة وزارة العمل ملفة كبير لأنه فيها متعطلين عن العمل والسبب فيها تعثر تجار الأردن فالقضية مش قضية وزير عدل ولا قضية وزير عمل لوحده ولا قضية وزير زراعة لوحده يجب أن يتكاتف كل حكومتك الآن لحل قضية المزارعين نأمل على دولتك الآن أن تكون حلها سريعا وأن يكون الآن في طاولة مستديرة للحوار مع المتعثرين أنفسهم لعرض الحلول نحن متعثرين وعنا حلول لحل قضيتنا لكن نأمل أنه أنتوا كحكومة يجفوا معنا بتمنى على المتعثرين الآن يهبوا ويوضفوا على قضيتهم مش معقول إحنا بيبث خمسين أو ستين واحد متعثرين عددهم يفوق الثلاثمية والأربعمائة ألف وينهم بغض النظر رسالتنا إحنا بنوصلها عملنا لوجه الله رح نكمل قضيتنا مع أخواننا أصحاب القضية والمطالبين بالقضية لكن إحنا بنتأمل من دولتك أن لا تكون حكومة متقاعسة كالحكومات الماضية في قضية المتعثرين تحديدا بنعرف أنه أنت في هذه القضية من بدايتها وبتعرف حيثياتها أنا على علم بأنك مطلع على هذه القضية من بدايتها وتعرف حيثياتها لديك من الوزراء وزير العدل هو لغاية الآن كل الاحترام بسام التلوني على علم بهذه القضية مع انقطامين وزير العمل على علم بهذه القضية محمد داودية على علم بهذه القضية كمان بحيثياتها أرجو العمل على هذه القضية لأن هذه قضية أصبحت كل بيت أردني في متعثر كل بيت أردني تمس هذه القضية إذا ما انحلت هذه القضية ستتفاقم هذه القضية جائحة كورونا